بالنسبة للنتاج، عيسى بمثال هذا اول شكل، يوضح جزء الميل 195 والفيميل 195 طبعا شون طلعنا هاي النسبة؟ تقول جزء عكو في مية 195 عايكو كل جزء العينة 207 و 8 في مية تطلع هاي النسبة فهاي النسبة زاد، هاي النسبة يجب ان تطلع عقد مية بالمية بس تقول طلع عندنا الميل اكثر من الفيميل هاي واحدة الجدول الثاني يوضح ياابا الانديكيشن او الحالات اللي سجلت مثلا سقوط من منطقة عليا هذا بلو يعني بوكس مضروب وهكذا loss of conscience هاي الانديكيشن يعني فاقد الوعي هذا عنده open the breast fracture يعني فركتر كسر بس مبين اوبن وهذا عدة راكون اي مثل عين الراكون ايضا مضروب وغيرها وهاي عداتهم كده هنا موجودة هذا بس توصفهم بس تذكرهم تحكين حتي والعدد الكل يترى ميتين وسبعة وثمانين هذا فوق المكتوب هنا هذا الرسم مهم اللي هو النتائج اخذنا سيتسكنفيندق النتائج مهم ميتين وسبعة وثمانين اذولا ابنورمال يعني صحيح طلعتهم شي مية وستة وستين بس شوفوا مية واحد وعشرين طلعوا نورمال يعني ما بهم شي بس عرضناهم ليش عاو طلعوا نورمال هننا احنا كيف نعلك هذا الشكل اللي هو شكل اربعة هذا بس يحتي يقول ترى بحالات ميتين وسبعة عشر اللي هم امرجنس جايين بالطوارئ وسبعين نون امرجنس بثل بي بيبس يعني صارع وغيرها وجايين هنا بس المهم صارعوا بالليل يعني برتها تلطوارئ نجي ندخل بالمهم اللي هي اهم شي من شي اكناهن واي القايد لاين مالت المستشفى اش طلع عندنا طلع عندنا هاي فوق انجستفايد وهاي جستفايد اني مبررات صحيح تقدل عدد مية واربعة كيس طلعا نوت جستفايد نوت جستفايد يعني ما لهي المبرر ومية وثلاثة اثماني لا مبررات وهذا هنا الرسم اللي هو ايضا مهم سوينا جبنا من جبنا اثنين اثنين قلنا مقارنناه نوي الاسم الارسي ار الثاني برطاني جبنا اثنين هذا الرسيرتش الرقم واحد وهذا الرسيرتش الرقم اثنين واثنين خدنا اراءهم شفنا متطابقه لو الطلاب مزغلطين شوية طلعت الاراء متطابقه وللتأكيد على ذلك اكو الرسم هنا استخدمنا التحليل احصائي اسمه كاباتيس اذا طلع على الرقم تقييمين تسعة وكذا وطالع عندنا يعني هو متطابق يعني صحيح اكو اقريمنت هاي كلمة اقريمنت تطابق يعني هما قالوا ورايهم وتجيبوا السشخة الثانية هم قال راي تقريبا اختلاف بسيط اذن هما ما لاعبين بالنتاج نجي للنتاج عيسي بالمثال واحدة من اهم النتائج تقول يا به انه عندنا مية واربعة هاي السلطات مية واربعة كيس انجستفيت غير مبررة شوان عرفنا شوان انا هسا بالمناقشة طبعا بالمناقشة احنا نجيب النتيجة ونقارنها بالدراسة الثانية عيسي بمثال شوفو هنا يقول الفين وخمسطعش دراسة اجته اظهرت بانه سبعة وتسعين بالمية من الدكاترة موجودة بالطوارئ يودون فحوصات للمفلص النساسية غير ضرورية اذا دراستنا تقريبا صحيحة ايضا اسناد دراستنا هذا الشخص اللي هو لي سنة الفين واربعة ريبورتد كتب تقارير يقول يابا انه سبعين بالمية من الكليكن اللي هم الاطباء الموجود بالطوارئ ايضا اندر استيميتد عندهم اندر استيميتد يعني تقييم منخفض للرادياشن ما يدهو انه هذا الرادياشن ممكن يسوي سرطانات او غيرها ايضا تحشون بقية النتاج ايضا لازم انتو شوي تقروهن هنا عندنا الكيسات اللي ممكن طلعت عندنا ممكن تصير يعني من تدققوها طبيب الاشعة ممكنك طبيب واحد من اشعة ممكن تصير فطلعت عندنا 11 ممكن تستبدل بامراي ما اخذيه لخطيه المفرص ووحده ممكن تستخدم بسونار يقول عن رغم انه هم ميتين وسبعة وثمانين 11 منهن لكن امراي هب بين يوز فلو اب العفو الامراي يوثل كريت نمبر اف تشلدرن كود بنيفيت افرام امراي يعني هو اعداد من الشلدرن ممكن يستفادوا من اراي بدل من اعرضهم الاشياء المال المفرص احنا عندنا الميتشن افسترن يعني شغلات محددة يعني مو كلش قوية بالدراسة اولا ان الدراسة اجريت على معلومات قديمة يعني مثل لو احتاج اسأل المريض ما اقان مريض يعني هو رايح من سنة القديمة رايح هاي وحده ثانيا النتيجة من هذه الدراسة تمثل مستشفى وحده اللي هي مستشفى الامام الحسين التعليمي وليس عدة مستشفيات يجوز هذول ما منضبطين بينما مستشفى يجوز الولادة او غيره يكون منضبطين بالخلاصة انه طلعت عندنا اغلبية الفحوصات اجريت على يعني على خطي اطفال يعتبرون تمام وكهواي عندنا حالات غير مبررة لذلك انصح بانه يستخدمون القايدلين الدليل على الاطباء او على المستشفى فرض مثل ما تقول عقوبات او قيود على الاطباء ويعلمون او يسوي ارشادات وايضا ارشادات للمريض لان يجي المريض مرات هو اضغط على الطبيب بجل قليل مفرص